حقوق كثيرة ضاعت وهم يستجدون المساعدات أطفال سوريون لاجئون ودعوا مقاعد الدراسة في الأردن التي فيها واقع التعليم يعاني من تقصير المجتمع الدولي وعدم التزام الدول المانحة بالتزاماتها في دعم قطاع التعليم الذي يحتاج لنحو مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة في وقت بات الطلبة السوريون يشكلون ما نسبته 14% من أعداد الطلبة في الأردن أكرر أملي من الدول المانحة والمؤسسات الدولية أن تقف إلى جانبنا في هذه الأزمة التي نواجهها في التعليم نتيجة لاستقبالنا العدد الكبير من اللاجئين السوريين وقبل استقبالنا لجوء العراقي وقبل استقبالنا لجوء الفلسطيني ما يقارب ال195 ألف طالب سوري على مقاعد الدراسة في الأردن داخل وخارج المخيمات رقم دفع بوزارة التعليم إلى تحويل 200 مدرسة للعمل بنظام الفترتين وبناء ما يقارب من 5000 غرفة صفية تجاوست كلفتها 600 مليون دولار لاستعاب الأعداد المتزيدة من الطلبات السوريين نحن بحاجة إلى بناء مدارس نحن بحاجة إلى بناء غرف صفية نحن بحاجة إلى دفع رواتب لما يقرب من 6000 معلم سيتم تعينهم هذا العام لتعليم الطلب السوريين في مدارس ما يعرف بالنظام الفترتين بحاجة إلى طبيعة كتب بحاجة إلى صيانة بحاجة إلى ثاث هذه كلها مع بعضها البعض لا تقبل الدفع المرحلي بمعنى ما بتقبل أنه كل شهر بشهر لأنها العملية مستمرة وتقدر كلفة الخدمات التعليمية المقدمة للطلبات السوريين في المدارس الأردنية بنحو 320 مليون دولار سنويا التزام الأردن الإنساني تجاه أزمة اللاجئين عموما والطلبة السوريين خصوصا يسهم في إنقاذ جيل من الأمية مع توفيره حق التعليم بالمجان لكل طالب منهم سوها جميل العربية عمان